مشاهدي قناة مكتبة التعليمية مرحبا بكم في الصفحة رقم 11 من درس الأعداد من صفر إلى تسعة وتسعون إذن رابعا أكتبوا بالأرقام في الجدول العدد الممثل قد نكتبوا بالأرقام في الجدول العدد الممثل عندنا وحدات عشرات الوحدات بالفرنسية لزينيتي والعشرات لديزين إذن وحدات عشرات فكما كان عارفوا بأن القطبان فهما كيمثلوا العشرات القطبان كيمثلوا العشرات وعندنا المربعات فهما كيمثلوا الوحدات إذن شحال عندنا دي القطبان واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة إذن سبعات دي القطبان بمعنى سبعات دي العشرات نكتبوا هنا سبعات دي العشرات أما الوحدات فكما قلنا المربعات واحد جوش تلاتة ربعة خمسة ستة سبعة ثم سنقرأ العدد تسعة وسبعون تسعة وسبعون ثم خامسا أكتبوا بالأرقام دائما سنكتبوا الأرقام ستة وسبعون تلاحظوا باش ما نتلفوش سنديروا الوحدات نديروا العشرة ستة ما شو سمعناه ستة يعني نستدين الوحدات ونكتبوا ستة في الوحدات سبعون يعني سبعة العشرة ستة وسبعون ستة وسبعون فنردوا البال لستة وسبعون فما غريش نكتبوا ستة هكذا وسبعون هكذا فخطأ فهذه العديد ما كيتقرأش ستة وسبعون فكيتقرأ سبع مئاتين وستة إذن ستة يعني استدين الوحدات وسبعة العشرة هي ستة وسبعون يلا تكتبوا هذا العدد ثمانية تやって من يدس اليوحدات وتسعون وتسع عشرة أربعة عشرة أربعة عشرة سمعنا أربعين أربعة دي� 경우에는 واحدة وعشرة واحدة أربعة عشرة هكذا أربعة عشرة أربعة عشرة ثمانية وتسعون ستة سبعون التمرين السادس أقرأوا وأكتبوا العدد سنقرأوا ونكتبوا العدد خمسة وعشرون من نفس الطريقة الوحدات العشرة خمسة وعشرون وجوش ديال العشرة خمسة وعشرون تسعة إذن سمعنا تسعة تسعة وحدات تسعة وتسعون هكذا إثنان وخمسون سمعنا إثنان يعني جوش ديال الوحدات إثنان وخمسون إثنان وخمسون ثم تسعون تسعون يعني ما سمعناش الوحدات سمعنا فقط العشرة تسعون هكذا تسعون تسعون إثنان وخمسون تسعة وتسعون خمسة وعشرون التبريد السابع أقرأ وأملأ الجدول أربعة عشرة أربعة عشرة إذن عندنا الوحدات العشرة أربعة وعشرة وحدة خمسون إذن خمسات دينا العشرات الوحدات لا شيء صفر خمسون ثلاثة وتسعون ثلاثة دينا الوحدات ثلاثة وتسعون ثلاثة وتسعون خمسون أربعة عشرة التمرين الثامين أكتبوا العدد في الجدول أليف ثمان وحدات وتسع عشرة عندنا الوحدات والعشرة قالونا تمني دينا الوحدات غدين مشيوا الوحدات ونكتبو تمني حلقة لدينا العشرات تسع عشرة ونكتبو تسع عشرة فقد نقرأو ثمانية وتسعون ثم تسع عشرات تسع عشرة نمشيوا للعشرة ونكتبو تسع تسع عشرة وثمان وحدات وثمانية دينا الوحدات إذن نفس العدد فقط نبدو بالوحدات ونبدو بالعشرة ثمانية وتسعون ثم جيم خمس عشرة خمسة دينا العشرة خمسة دينا العشرة هكذا أما الوحدات فلا شيء إذن خمس عشرة خمسون ثمانية وتسعون ثمانية وتسعون ثمان وحدات هو تسعة عشرات التبرين التاسع ألاحظ وأكمل قد نلاحظ ونكمل العدد هو تسعة عشر بعده يعني زائد واحد وقبله كان نقص واحد إذن بعده مباشرة إلا حسبنا قد نبدأ من عشر وبقى نحسبه يلا عشر إحدى عشر إثنى عشر ثلاثة عشر أربعة عشر خمسة عشر ستة عشر سبعة عشر ثمانية عشر إذن ثمانية عشر تسعة عشر مراها عشرون ثم واحد وخمسون قبل منه خمسون خمسين قبل من خمسين تسعة وماذا؟ تسعة وأربعون إذن تسعة وأربعون خمسون واحد وخمسون ثم أنتم ما يتكملوا ما تبقى؟ ثلاثون أش مرة تلاتين ثلاثون واحد وثلاثون واحد وثلاثين واحد وثلاثون إثنان وثلاثون هكذا إثنان وثلاثون ثم سبعة وتسعون أشنه مرة سبعة وتسعين سبعة وتسعون ثم تسعة وتسعون ثم تسعة وتسعون قبله سبعة وتسعين بعده تسعة وتسعة ثم واحد وثلاثون قبله ثلاثون بعده اثنين وثلاثون خمسون تسعة وأربعون واحد وخمسون تسعة عشر تمانية عشر عشرون التمرين العاشر أضعوا الرمز المناسب قد نوضعوا الرمز المناسب مكان النقاط إذن فهذا الرمز هذا هذا الرمز باش كنعرفهه كنديره له واحد شريطة كما هك فكيشبهه في سبعة إذن فهو أكبر ثم هذا الرمز هذا فهو كيشبهه الأربعة إذن فهو أصغر فهذا أكبر وهذا أصغر لكن احنا كيفش كنعرفه كيفش نحطه الرمز فاللي غادي نعقله عليه هو أن العدد الكبير العدد الكبير كان نردوله كان نردوله الرمز بمعنى هذا الرمز هذا غادي نعتبره بحاله بحالة تمساح إذن الرمز هذا إذن نعتبره بحالة تمساح سواء أكبر أو لا أصغر إذن بحالة تمساح والتمساح دائما كيمشي الفريسة الكبيرة الحاجة الكبيرة كي يأكلها فإذا رجعنا العددين 12 مع 21 فقلنا ملي كان بغيو نقارنوا عددين كي تكونوا من رقمين يعني كي تكونوا فقط من الواحدة والعشرة فكي نقارنوا أولا رقم العشرة جوج مع الواحد شكون كبير جوج إذن تبساح غادي يأكلوا 21 غادي ردوله وجهول جيت 21 ثم 64 مع 80 نقارنوا 6 مع 8 شكون كبير 8 إذن تبساح مرة أخرى غادي يأكل 80 غادي ردوله وجهول جيت الثمانين ثم 24 مع 17 نقارنوا الواحد مع الجوج شكون كبير الجوج إذن تبساح غادي يأكل 24 وخاءنا 4 أصغر من 7 فإحنا ما كنت نديوش على الواحدات كان بدأوا أولا بالعشرات كان قارنوا العشرات حتى هكي يكونوا العشرات متساوين هذا مشكل نشيو الواحدات ولكن إذا كان العشرات كبر من العشرات فالعداد اللي عنده أكبر في العشرات هو الكبير ثم 7 مع 8 نقارنوا الواحدات فقط 8 أكبر إذن تبساح هيكل 8 وبهذا ننهي تمالين صفحة 11 وذكركم بأنه بإمكانكم متابعة دروس أخرى خاصة بالمستوى الثاني والتي هي ظاهرة أمامكم في البلايليست نلتقي في الصفحة 12 إلى اللقاء